موسيقى 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 بالنسبة للعائلة العراقية اعتادت على المعاناة في كل عام مع شراء الملابس وكذلك القرطاسية والدفاتر وحتى الكتب هناك مدارس حتى كتب ما متوفر بها ووزارة التربية دائما تقول بأننا وفرنا هذه المناهج والقرطاسية لكن يتم توزيحها في أشهر مع بداية العام الدراسي اليوم نجد أنه غلاء المعيشة الملابس جميع الأطفال العوائل العراقية اليوم الجميع يعاني من الأسعار هناك أسعار مرتفعة جدا في الملابس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر